السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي وان شاء الله داشترك معكم مرباء التين المجفف يعني شريحة بدون سكر وكذلك شوكولاتة التهن اللي كتجي مختلفة والمضاق ديالها كيجي رائع جدا بدون سكر ايضا وتضل معي باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله اول حاجة هاد شريحة بلدية صغيرة نقيتها غسلتها مزيان كتنقيوها مزيان بعض الموز كيكون فيها شوية ديال الحجر واسافدة بغدنا نقص عليها البوطة وغدنا هنا يا عندي واحد الكاس كبير ديال عصير البرتقال وكن نقص عليها البوطة يعني بحلي كنا نطيبو يعني الطاجين يعني خس تكون النار مهيلة ونخليه اه تيني طيب على خطره ما نتلعوش درجة الحرارة بزاف حتى كي اه حتى كي طيب هنغطيه عليه بطبعة الحال ونخليه يطيب على خطره كيف كتشوفوه هنا غيب شوية بشوية 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 يعني بقى كي طيب اختليه تقريبا شي ساعة لانا نقصت عليها البوطة بزاف كيف شفتوه هنا بقى في غي شوية ديال السائل في ديال عصير البرتقال وممكن تزيدو حتى قشور البرتقال الى كيعجبوكم ولكن غير ديال القشرة اللي كتكون غيمة بشور البرتقال منتخذوش داك البيض دياله لانك يكون مار سا فيه هنا من بعد ما يعني طبط الشريحة غنبحنها هنا عندي تقريبا ثلاثة كيلو ديال الشريحة غدا نحضر منها يعني زوج ديال الحاجات هاد المرباء ديال الشريحة ان شاء الله غدا نحضره به بعد الحلويات سافي من بعد ما طحنتها كيف ما كتشوفو معايا سافي هنا را ما عود شعلت عليها غي خليته هنا وسافي ما سافي خديت كيم يعني الاغلبية ديال هادر سافو حد القرعاء كبيرة قنينة كبيرة للزجاج وما تبقى له هو باقي سخون غنزيد لي هنا واحد الكيمياء ديال الشوكولاة كتبقى على حسب الضوقة ديالكم انا كيف كتشوفو كنناخدو آآ بيو ديال الكيلو كنناخدو غين من المجازة بيو كيتباع الكيلو باقي مهم كتبقى وضيفو على حسب الضوقة ديالكم هاد هاد الشوكولاتة الدهن كتجي لديدة 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 بزاف لوليدة كي يحمقوا عليها وباش كنجي آآ كنزيد ماذا يعني الابغيتو ممكن زيدو لاحت الزبدة الابغيت ممكن زيدو احتى قطرات من آآ من زيت الزيتون ولاكت كتافي وانا خليتها غيها كتا طبيعيا غيب آآ غيب الشوكولات صافي وغدا نزيد لها ان شاء الله نزيد لها آآ غا تاخدو يعني شوية واحد الحفينا ديال اللوز واحد الحفينا ديال الزنجلان غدا تحمروهم في الفرن تكون درجة ديال الحرارة ديال الفرن ما تتعدش آآ مئة وعشرين مئة وثلاثين مئة واربعين يعني على حسب يعني حسب الجهد ديال الفرن ديال لكم باش ما كي يجيش فيهم يعني المرورة صافي وكن بالنسبة اللوز كن هرمشو كيف ما كتشوفو يعني بقى قطع صغيرة وزنجلان وهد شي كي بقى على حسب دوق ديالكم يعني نبغي توضيفوا هده المكوينة هدي كتزيدها لده ولده وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت كتجي يعني ديك القرمشة في فش كتاكلها هكذا لا تاختين كتجي زوينه بزيف سافي غدا نخلطها هكذا وهذه ركا تبقى يعني مهم تقدر تبقى حتى الأسبوع في الثلاجة وكي مهم انا غيك نحضرها ما كان عقلش على يمتسالات كتوليدات كتعجبهم سافي هاي غي هاد القرعة هاد الكبيرة هي اللي قد لكم غدا نكبع لغي شوية دي زيتون من الفوق هاي شوية باش ما تخسرش ليه وغدا نوضعها في الثلاجة لانا ما درتش فيها واحد سكار اللي غادي يعني غادي يحتفظ لي على هاد المربه هادي وهنا غي شريحة عادية يعني كننقيها وكننكبع لها هكذا زيت الزيتون وكننسد عليها ونخليها يعني فيما بغينا نحتاجها كنناخدوها ففي هادي غي مغسولة ومنقية وصافي ما فيها حتى شي حاجة ما فيها حتى شي اضافة فايتمني تشاركت معاكم حتى بتوما وذك شادي كلي كنحضر في يعني في وقت البرد ما كنحضرهاش في الصيف وشوكولاتة صدهن كتجي عليها تشكل كتجي لديدة بزاف غدا نوريكم يعني القوام ديالها كيفاش كتجي ما كتجيش سائلة كتجي يعني قبط على سبحا لكم فيوتيور كتجي وهاد المربع ديال هاد الشوكولاتة صدهن يعني ممكن ممكن نستعمل واحدة في الحلويات بالنسبة للمربع هاديك اللي اسقيتها بزيد زيتون هاديك ان شاء الله غنستعملها في الحلويات كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتحتفظوا بها نحتاجوها ان شاء الله الحلويات ديال العيد المقبلة ان شاء الله تمنى ان شاء الله تكون الوصفات اللي جعلني ان انتشاركوا معاكم حالتي عادة فصراحة ما كننصورش بحال هاد الفيديوهات هادو وهو ان بزيد الآخوات تصلتوا بيا على الانستغرام وطلبتوا مني بحال هاد الشيدي اللي ولدت تمنى ان شاء الله نكون لبيت الطلب وتجربوا الوصفات وتردوا علي الخبر كيف العادة وستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة